تعاني محطات طاقة الشمسية المركزة في المغرب من تكرر المشكلات الفنية والأعطال المرتبطة بالتخزينة والتي أدت إلى خروجها عن الخدمة لفترات طويلة مما تسبب في خسائر بملايين دولارات لشركات الأجنبية المستثمرة في المجال أكدت شركة أكوا باور انترناشنال تابعة لشركة أكوا باور السعودية للطاقة المتجددة أن توقف العمل في مشروع أكوا باور المعلن عنه بداية الأسبوع سيكلفها 47 مليون دولار كما يسلط العطل الضوء على تكرر المشكلات الفنية والأعطال المرتبطة بالتخزين في محطة طاقة الشمسية المركزة وحسب وكالة رويترز فإن مشكلات فنية أوقفت الإنتاج تماما في المحطة لمدة عام اعتبارا من صيف 2021 في حين أوصل مجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المغربي بالتخلي عن الطاقة الشمسية المركزة تماما بسبب تكلفتها المرتفعة